فبالتالي عندي بعض الأمور اللي حابب أن أنا تطرق ليها بخصوص مباراة الكلمة والنهاردة استوقفني خبر واستوقفني كمان بخلاف خبر النهاردة اللي لسه خارج من شوية وإنبارح كمان كان فيه تصراحات ليه الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجمس الحكام في الاتحاد المصري لفرص القدم واللي اتكلم فيها في بعض الأمور المهمة وإحنا لازم نعلق عليها بصراحة لأن الأمر ده ضروري ومهم جدا خلينا نبتدي بالخبر وقال لك إيه تكريم حكام القمة على هامش معسكر الواعدين في زل السياسة الارتقاء بالتحكيم التي ينتهجها الاتحاد المصري كورت القدم برئيسة أحمد من جامعة يعني إيه إحنا عايزين نكافئ أو عايزين نحن نحتفل بالحكام وعايزين إن إحنا نكرمهم يعني مش عيب كويسي كويسي وبصراحة فيه تطور نسبي نسبي يعني بص حاجة صغيرة جدا في أداء التحكيم هتقول لي أنت إزاي بتقول كده والأهل كسبان الزمالك خمسة وفيه حكم مصري هقول لك تاني زي مبارح لولا لولا تعاطف الحكم محمد عادل ولولا إن الزمالك صعب عليه كان الأهلي فاز على الزمالك بأكتر من ست أهداف وأنا مسؤول على كلام بقوله لحضراتكم ده لو كان في حكم أجنبي موجود في مباراة الزمالك والأهلي لفاز الأهلي بأكتر من ست أهداف ده أمر محدش يختلف عليه بالتحديد من الناس اللي ممكن تكون حيادية هتقول لي يعني هو أنت حيادية أنت في قناة الأهلي والله أنا بتكلم بالنسبة بحيادية كبيرة جدا جدا في النقطة دي تحديدا في النقطة دي تحديدا وفي كل النقاط بالمناسبة فاهم أصدي فلولا إن ما فيش حكام أجانب لولا إن نتيجة خرجت كده لو كان في حكام أجانب كان هيبقى في كلام تاني خالص يعني فتعالوا بقى نروح للتصريحات الكابتن عصام فتاح ولا أنا أبكني ليه كل التقدير والاحترام في الحياة راجل شاطر وعمل مجهود كويس لكن هو معذور في أنه لازم يجمل سورة الحكام ما بقولش إن محمد عادل عمل مباراة سيئة بس المباراة ما ياخدش فيها امتياز ولا جيد جدا يعني ممكن نقول جيد فاهم قصدي ودي على فكرة درجة يتعتبر كويس لكن كان يبقى امتياز لو ركن أحداث المباراة على الجنب وما فكرش في نتيجة المباراة لحد الديئة سبعين ولا بعد كمان الديئة سبعين كانت النتيجة كان كان يبقى امتياز ما يبصش على اللوحة بتاعة الاستاد لو ما كانش بص على لوحة الاستاد وشاف النتيجة كمسة واحد وكمل المطش باداؤه كان يبقى امتياز لكن اللي قلل من درجاته هو انه عايز يخرج بالمباراة لبر الامان هو ايه اللي حيحصل يعني ايه اللي حيحصل يعني ما الاهلي كسب قبل كده ستة واحد فيش حاجة حصلت كان ممكن الاهلي يكسب ستة وسبعة وثمانية امبارح وما كانش فيه حاجة هتحصل ولو حصل حاجة فهي مسئوليتك ولو حصلت حاجة اللي غلت يتعاقب ده اللي لازم نركز فيه وليازم نتكلم عليه فالكابتن عسام الفتاح قال تحكيم القمة مبارح تسعة من عشر يتعرضوا لي يا جماعة تصراحات الكابتن عسام الفتاح تسعة من عشر ايوهي تمام ليه بقى تسعة من عشر لماذا لم يحصلوا على عشرة من عشرة قالك الملايكة بس هم اللي بياخدوا النتيجة دي وما فيش ملايكة على الارض تمام ماشي بس والله في حكام بياخدوا النتيجة دي عشرة من عشرة لما بيحكموا اللي شايفينه لما بياخدوا قرارات في اللي شايفينه من غير ما يعملوا اي اعتبارات وده للأسف الشديد اللي عمله الكابتن محمد ع их يتكلم عن ضربة جزاء الذمالك بتاعته الجزيرة والنهاية مش ضربة جزاء وهو شايف الوحيد الكابتن عسام الفتاح الوحيد اللي شايف انها ضربة جزاء رغم ان انت لو سألت الدنيا كلها هيقولك مش ضربة جزاء أي حد بيما فيه طوال الله العظيم ثلاثة اوكسم بالله أنا على الهوى هو اتنين ثلاثة من زمالكويه صحابيه قوي اتنين بالضبط عشان لجل القسم يعني سألتهم وإحنا صحابه نتكلم ومنهم الناس قريبين سألتهم بذمتك يا شيخ ضربت الجزاء الجزيري قال لي والله هم ضرب الجزاء والتاني كذلك صديق مقرب جدا قال لي طول ضرب الجزاء الجزيري قال لي والله هم ضرب الجزاء زمالكويه بقى إيه زمال كوية زمال كوية فالكابتل عصام فتاح نيدي له عذره أنه هو رئيس لجنة الحكام فطبيعي هيحاول يقولك أس شد من الفين يا ريت يا جماعة تعرضوا لو فيه إمكانية تعرضوا لي ضربة الجزاء بتاعت الجزيرة نتكلم عنه فين شد الفين اللي ده فين هو اللمسة دي ضرب الجزاء ده على كده لو أي حد نطف ضربة الجزاء زي ما حصل مع أوباما في مطش إمبي وزي ما حصل مش عارف مع مين في مطش الجيش مع الزمالك يبقى ضرب الجزاء بقى ده أوبشن لازم إحنا كنادي أهلي نستغله أنا هو بقول للجازة فاني النادي الأهل بقول للعيبة آه ما بنحبش التحيل وما بنحبش الإسلوب ده لكن لو ده أوبشن من لجنة الحكام لأ نستخدمه يا جماعة أي مشكلة بقى ما هو أوبشن هناخد بيه ضربة الجزاء إن أي لمسة في منطقة الجزاء دي بقى ضربة الجزاء يبقى أوبشن اهو فيم ضربة الجزاء بيلاقى عليك يا شيخي اللي بتتفرج علي قل لي ضربة الجزاء فيه هتقول لي يا عم انتو كسبتو خمسة احنا يا جماعة الخمسة احنا مبسوطين احنا كسبنا خمسة لكن كموك الأهلي يكسب أكتر من كده له لتعاطف الحكم نقطة لازم نركز عليها قل لي حضرتك فين ضربة الجزاء ما بقناش فاهمين بقى ضربة الجزاء على معلول وعلى حمدي فاتحي ها هي المفروض أصلا ده سيموليشن ده التشيرت اه ده التشيرت يا جماعة مش لازق في جسمه يعني التشيرت لمس ايد حمدي فاتحي فين ضربة الجزاب اللي عليك تعال فدي جزئية من من الجزئيات اللي صرح بيها الكابتن عسان فاتح تعال الجزئية الأخيرة وعشانها في الملف التحكيم لما قالك تدخل زيزو على أفشل لا استحق أكثر من إنذار وفي ناس اختلفت على الجزئية دي لكن انا بشوف ان فيه تعمد إزاء لاني زيزو ما دخلش على الكورة ده زيزو رايح يضرب أفشة بيقول له يا ابني بص أنا جاي يضرابك أنا جاي شي لك في الكورة طبعا طبعا لعيبة الأهل الزمائك عبقاتهم كلها كويسة ببعض وكلام من ده ولعيبة الزمائك محترمة وكل الكلام من ده ما حدش يقدروا الحاجة خالص يعني اللعيب اللي هي المحترمة في نادي الزمائك اللي ما تبتجوزش في حقيقة حد كل اللعيب نادي الزمائك الناس محترمة فبالتالي فيه تعمد إزاء فلازم يسوي إيه؟ طرد كارتة أحمر بخلاف طبعا بتاعت المسلوسي ضربت الجزاء بتاعت السلية كان عنده انذار كان مفهود ياخد انذار تاني ويترد عشان كده أنا برضو مصر النهاردة كنت أتكلم عن مالف التحكيم زيادة في التأكيد على ان الاهلي كان يستحق ان هو يفوز بالمباراة بنتيجة أكبر من كده لكن في كل الأحوال هي نتيجة رائعة بالنسبة للنادي الزمائك عندي بعض الأمور التانية برضو اللي عايز أتكلم فيها بخصوص هذه المباراة الحاجة التالتة هي إيه؟ لقطة القورة اللي ترامت في الملعب وأنا نوهت عنها مباراة واتكلمت عنها مباراة بس النهاردة بالفيديو بقى بالفيديو عشان اللي عمل كده نورلي الناس يعني لأن شكلك وحش قوي اللي عملت كده انت والله العظيم شكلك وحش قوي وبتقلل من فريق كبير زي فريق نادي الزمالك ده ده اهو زي مع راكم شايفين ده إداري في الجهاز فني نادي الزمالك انت مش عارف كيمة ناديك يا ابني انت مش عارف كيمة ناديك اسمع مني اللي انت بتعمله ده يقلل من اسمه وكيان كبير زي اسم نادي الزمالك ايوه هو ده وضح لي الصورة قوي ايه شكلك دلوقتي يعني هو انت لما حتنزل الكرة إيه اللي حيتغير إيه اللي حيتغير طيب تعالوا نشوف اللايحة بتقول ايه لايحة العقوبات خليلي دي كده يا بيبو شغالة يعني عيدوا زيد فيها لايحة العقوبات اللي اقررتها رابطة العندية المحترفة يتم توقيع غرامة مالية قد رأي 50 ألف جنيه على من يقوم بقصف الكرات داخل الملعب يا راجل ده حتى طب راعي الأزمة المالية اللي ممكن يكون بيمر بيها نادي الزمالك للأسف راعي الأزمة المالية اللي ممكن يكون بيمر بيها نادي الزمالك انت كمان بتغرم الزمالك داخل المعب بهدف تعطيل اللعبة أو السادة هجم المنافس وده اللي حصل بالتفاصيل ده اللي حصل فعلا وكاميرا اللي قطتها ونزل اهو الكرة هي في الهدف اللي جي فدي برضو يعني جزئية من ضمن الجزئيات يعني المهمة ومع ذلك الجنجة والأمور مش لكن انت اللي شكلك مش حلو للأسف يعني فراعي المكان اللي انت فيه طيب